لتخفيف حدة التصاوت بين الطبقة السياسية المعارضة المقاطعة لجلسة الحوار الوطني الشامل والسيادي أقد رئيس حيئة رئاسة الحوار الوطني الشامل غالينغو تينغتا لقاءا مع عضاء لجنة الحكماء والشخصيات المرجعية الذين تم اختيارهم للتحاور مع المجموعات المتخلفة عن حضور الحوار الوطني هذا فإن محام هذه اللجنة في مثل هذه الظروف الصعبة يقول رئيس حيئة رئاسة الحوار الوطني الشامل تحتاج إلى توجيه وإرشاد لتوهيد رؤياهم من أجل مواجهة هذه التحديات الكبيرة وقال في هذا الاجتماع الضروري أن الأمر سيستدعي من الجميع إظهار نية الرغبة في التعاون المشتركة للإندمام إلى إخوانهم برؤى سياسية مدروسة والجلوس معهم وفتح باب الحوار والمناقشات وكذل الاستماع إلى آرائهم ومخترهاتهم ومتطلباتهم وبهذه السبل يتم تهديد الإشكال وإندما يتم التوصل إلى هذا التشخيص الدقيقة فبالتأكيد أنهم يقتربون من إيجاد الهلول اللازمة إن لجنة الحكماء ستؤقد لقاءات مكسفة مع القوى الحية المقاطعة وأشار رئيس حيئة رئاسة جلسات الحوار جالينغو تينغتا بأن جلسات الحوار ستستعنى في يوم السفت المغبل ويتم تشكيل اللجان المواضعية ترجمة نانسي قنقر